استقبل الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وفدا من وزارة الداخلية الاتحادية في جمهورية النمسا برئاسة السيد أندرياس هولز قائد عام الشرطة الفيدرالية مدير جهاز المخابرات الجنائية وذلك بحضور سعادة نائب وزير الداخلية وسعادة رئيس الأمن العام وقد رحب معالي الوزير بزيارة الوفد الأمني النمساوي إلى مملكة البحرين ودورها في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين الصديقين وأكد معاليه أن الاستقرار الأمني الذي تنعم به مملكة البحرين يعود إلى الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك المعظم ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة سموة للعهد رئيس مجلس الوزراء منوها بمواصلة الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن المجتمعي في إطار من الشراكة المجتمعية البناءة هذا وكان معالي وزير الداخلية ونظيره النمساوي قد وقع إعلان نوايا بين وزارتي الداخلية في البلدين وذلك خلال زيارة معاليه إلى النمسا في يناير 2024 لتوثيق التعاون الأمني في مجالات إنفاذ القانون وتحقيق العدالة الجنائية حيث تم الاتفاق على تفعيل الإعلان من خلال التواصل والتنسيق بين الجانبين وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية وتطوير القدرات والاطلاع على التجربة النمساوية في مجال مكافحة الجريمة من خلال استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في ظل ما يشهده العالم من متغيرات وتحديات أمنية وما يسهم في حفظ الأمنة